تيه ظاهرة كده عجبتني جداً النهاردة في تمارينة نادي الزمالك خليني أكلم حضراتكم عليها علاء رجب مخطط الأحمال البدنية الفريقنا عمل قناع تدريبي ده عشان زيادة قوة التحمل والتقليل من نسب ضخ الأكسوجين في جسم اللاعب وده مهم جداً للعيبة على فكرة انت لما بتروح تلعب بره في أدغال إفريقيا التقس بيكون صعب جداً الرطوبة بيكون عالية فاللعبين حطوا الماسك دوت وجريوا حوالين الملعب لفترة مطولة واستخدام الماسك ده برضو كان ليه دور ان هو بيزود نفس اللاعب بيدخل نسب أكسوجين معينة وهو لابس الماسك التدريبي دوت وكان فيه فترة تدريبية مطولة بالماسك دوت عشان يرفع معدل الحالة البدنية للعيبة فحاجة يعني لازم نتكلم مع حضراتكم فيها وعايزة أطمنكم برضو على حالات بعض المصابين كان محمود علاء حضراتكم عارفين كان عنده إصابة في الكاحل تماثل الشفاء بشكل كبير جداً كان بيعاني من حاجة كده في الأنكل أو الكاحل حاجة بسيطة يعني وانتظم في التدريبات الجامعية بشكل منتظم عادي جداً مفيش أي حاجة النهاردة كان موجود مع الفرقة في ملعب النادي محمود خلاص أنهى البرنامج التأهيلي اللي كان بيخضع لي بسبب الإصابة اللي كان بيعاني منها طيب ده فيما يخص محمود علاء وفيما يخص الميران الزمالك النهاردة عايزين برضو تتطمنوا أنا عارف هكمل مع حضراتكم شوية في أكبار الزمالك أكيد عايزين تتطمنوا على حالة أحمد سيد ديزي وأحمد فتوح فبنتطمن حضراتكم أن هم النهاردة ما كانوش موجودين في الميران عشان الجهاز الفني فضل أنه هو يريحهم عشان منتخب مصر اللي هيشارك إن شاء الله في أمم إفريقيا فكان واجب كده على الكابتن المعتمد أنه هو يريح لعيبة الدولين بس محمد صبحي مصامم أنه هو يشارك وعايز يكون متواجد وعايز الرجل يبقى فت وليقته البدنية تكون مكتملة ده كل أخبار الزمالك ولكن في حاجة أخيرة برضو عايزين نتكلم حضراتكم فيها وهي حالة حمزة المسلوسي كان فيه تدريبات تأهلية منفردة تحت قيادة الدكتور محمد أسامة عشان حمزة كان عنده إصابة بسيطة كده حاجة شد عضلي في السمانة فبعد طبعا ما استبعد من التدريبات الجماعية كان فيه وصلة تدريبية مع دكتور الفريق حاجات كده فيزيو سيربي أو حاجات عليك طبيعي تمرينات للعب عشان خاطر يكون جاهز بأفضل شكل